الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدم مساء الاثنين بدعوة شخصية ضد إعلامي ألماني يتهمه فيها بإهانته كما تقدم السفير التركي بطلب شفاهي للحكومة الألمانية لملاحقة الإعلامي جنائيا لكن المتحدث باسمها أعلن أن حكومته ستنظر بدقة في الطلب وستبحث بأقوال الفكهي في إطار الحماية الدستورية لحرية التعبير وأضاف حرية التعبير والفن والعلوم هي بالطبع عظم ثروة للمستشارة وغير قابلة للتفاوض بها لا داخليا ولا خارجيا في برنامجه نهاية الشهر المنصرم ألقى لإعلامي الألماني الساخريان بومرمان قصيدة هج فيها أردوغان ويقول رئيس جمعية المحامين الألمان أوريش شيرينبورغ لا أحد يرغب بسماعي على تلفزيون شيئا هذا القبيل يعنيه أو يعني شخصا عزيزا عليه أعتقد أن حدود حرية الرأي تم تجاوزها على أي حال يبقى نرى ما إن كان سينظر للأمر على أنه قطعة فنية ففي الفن يسمح بأمور أكثر من ذلك بكثير إضافة لمظاهرات منددة بالإعلامي في تركيا تقدم أكثر من عشرين شخصا بدعا وضده فولفغان كوبيكي العضو البارس في الحزب الديمقراطي الحر قال لأحدى الإذاعات إذا قررت الحكومة رفض طلب تركيا مقاضات أبو مرمان فأنها قد تواجه خطرات دهور العلاقات الدبلوماسية معها